اشتركوا في القناة المصور الصادر في يناير 1942 بمناسبة عيد الاضحى المبارك صورة الغلاف من الاسم الرسمية في التوجه الى قصر عبدين لتهنئة الملك بعيد الاضحى بعنوان الوزراء والاقطاب هنؤون الملك بالعيد توافد الوزراء والاقطاب على قصر عبدين الملكي في اليوم الاول من العيد للتهنئة ونرى في الصورة العليا الى اليمين دولة رئيس الوزراء عند وصوله الى قصر عبدين والى جانبها صورة فريق كبير من كبار المهنئين توسطهم رفعة النحاس باشا والى يمينه رفعة شريف صبري وسموه الامير اسماعيل داود والى يساله حضرت الشيخ المحترم حسين الجندي وصاحب العزة محمود بك السيوفي الامين العام الرابع لجلالة الملك تحتهم اليمين صورة احمد ماهر باشا رئيس مجلس النواب ومحمود فهم النغراشي باشا والى شمال ابل يسار صورة معالي احمد محمد خشبة وزير المواصلات يصافح الشيخ المحترم احمد الديواني في فناء القصر الملك فارس الجزالة عسين سري باشا سندخل دوة العدد وبشرة بالتهنئة سورة عيد الاطحى في عبدين مقدمة المهنئين في الصورة الشيخ الاكبر الشيخ الجامع الازهر الشيخ محمد مصطفى المراغي تراه في الصورة يصافح حضرة النائب المحترم محمد سلطان بك وقد صار على يساره نجلة حضرة النائب المحترم حسن رشاد المراغي الصورة اللي تحتها رجال السلك السياسي الاجنبي على عبدين اقبلوا مهنئين الصف الاول من اليمين السيد سعادة محمود جم سفير ايران سعادة الميسيو ايفان دانيالسون وزير السويد ثم البرون دي بيلدت وزير السويد وسعادة الميسيو بودي وزير فرنسا وصورة لسعادة يوسف زلفقار باشا سفير مصر لدى طهران وصور اخرى للوزراء بيولعوا السجار بعد ما طلعوا ثم صورة للشعب وتقوسه في العيد العيد في الصحراء ادى جماعة اهل السنة فريضة عيد الاضحى في صبيحة يوم العيد بصحراء العباسية وقد بكر المصلون بالذهاب الى المكان المتفق عليه حتى اذا مكتملت جمعهم وحان موعد الصلاة ادوا الفريضة في الخلاء ثم اخذوا في تهنئة بعضهم بعضا بالعيد المبارا ونرى في الامام في هذه الصورة يلقي خطبته في اخوانه المصلين قد ظهرت بعد ما نازل العباسية في نهاية الصورة يعني اعتقد ان دي لغاية مدى معين في العباسية وبعده الصحراء قصة خروف العيد يعني ايه قصة خروف العيد ما الناس كلها عارفة قصة العيد في اختصارة ما هو كاتبها الصورة الاولى الطفل يمرح ويضحك اذا اركبته اخته خروف العيد والثانية الخروف يسبح والثالثة توزيع الاضحية وشكلها كلها لأسرة واحدة اخدت المنظر كله يرى يا حين لنا بالغالي هني لكم وقبالي يرى يا حين لنا بالغالي هني لكم وقبالي يرى يا حين لنا بالغالي هني لكم وقبالي 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 للهاتف يا قرر وبث من شوق شساك وقلبي كثمن الدور وحكي وقوم سبع مرات ونبي واشوق منوار أخط وحكي وقوم سبع مرات ونبي واشوق منوار أخط وأقول ربي كتب الغالي يا راقي للنام إلا بالجمال يا راقي للنام إلا بالجمال حفل حسنين باشا يكرم نجيب الرحاني ده عنوان غريب لكنه أمر واقع وحقيقة ثابت أن الأستاذ نجيب الرحاني أقام عدة حفلات لجماعة الرواد رفض أن يتقاض أجرا واعتبر نفسه وفرقته مساهمين في أغراض الجماعة والخدمات الإنسانية فما كان من جماعة الرواد وحسنين باشا أحد أعضائها ومن مبادئهم عدم ذكر أسماء أو أعلان عن أشخاص لأنهم كلهم أخوان والرئيس اللهم وحسنين باشا لا يعتبر إلا أحدهم وأكبرهم سنة ما كان من هؤلاء إلا أن قرروا إقامة حفلة تكريم لنجيب الرحاني اعترافا بشعوره الكريم وهذه ولا ريب أول حفلة من نوعها بل لعلها أول مرة نجد جماعة تضم خيرة رجال البلاد ومن بينهم رئيس ديوان جلالة الملك يكرمون فنانا خيرا مثل نجيب الرحاني عبود باشا يعتبر عبود باشا جميع نزلاء الأقصر وأصوان ضيوفه بيتواره أنه النائب أرمند وله مزارع واسعة في هذه المنطقة ولذلك فإنه ظل طوال الأسبوع الأعياد يقيم دعوات وولاء متتالية أقام وليما فخر ليلة الكريسمس لأصدقائه الأجانب ووليما أخرى يوم عيد الأضحى لأصدقائه المصريين وولاء أخرى لكل من كان يتقي بهم في الأقصر ووضع سعادته لانشين كبيرين تحت أمر المدعوين ليتنقلوا بهما بين الأقصر وأرمند وهيئ لضيوفه فرصة ركوب الخيل والاستحمام في حمام السباحة ولعب الإسكواش راكت وكانت هذه الولائم دعاية مؤفقة للريف المصري حتى بين المصريين أنفسهم العدد ده هايس وأخبار للصعيد الزيارة السنوية لدولة صدق باشا كان صاحب الدولة اسماعيل صدق باشا رئيس لشركة كومومبو وكان من عدته أن يزور مقر هذه الشركة في كومومبو كلما اقتدت الأعمال أن يزورها غير أنه قد سن في ذلك الحين سنة لم يغيرها إيه هي حتى بعد تركه لرئاسة مجلس إدارة هذه الشركة وهو أن يزورها في عطلة عيد الأطحى من كل عام وقد صافر هذا العام إلى كومومبو عملا بهذه السنة جو الأقصر حسب القارئ أن يعلموا أن بعض نزلاء الوينتر بلس يرتدون جاكتات بيضاء رغم أننا في أول يناير ليدرك دفء الأقصر وجوها البديع شتاء أما في المساء أو بالأحرى بعض الغروب فإن الجو يتبدل وينزل البرد لكنه برد جاف خالي من الرطوبة موسم الشتاء فيها ينتهي بانتهاء مارس لأن أبريل بها لا يطاق البلد فقيرة وبيصف الأقصر ليست بها صناعات محلية مثل أصيود أو أصوان مثلا ولم يذكر ما هي الصناعات هو العدد قصير في حد ذاته في الأخبار لأنه كان مهتم ببعيد الأطحى وصورة في نفس الصبحة اللي هي هاي لايف فقراء حي سيدة زينب يتذوقون ثمر الجهود سيدات الهاي لايف جمعونهم تبرعات تزعت على الفقراء بمناسبة عيد الأطحى وبرضو تصوروا عشان يبينوا نفسهم في حالة هذه التبرعات وكم من التبرعات ترتكب باسم الخير ولكن ماذا تعني فيه صورة الغلاف الأخيرة الحرب العالمية السادية كانت وضع أوزارها في ميادين ليبيا وثائق العدو تؤيد البلاغات البريطانية واضح انه مدمر وقوات هندية تواصل الزحف مخترقة درنا بعد سقوط الميناء في قيد القوات البلاغانية في 19 ديسمبر الحرب العالمية كانت فيه قمة حدوثها حدوثها نشكركم وكل عام أنتم بخده الله عليكم وعلينا وعلى مصرنا بالخير والسلام شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى في ختام هذه الحلقة نشكر لكم حسن المتابعة موسيقى 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 موسيقى